عشاق القطة الكرتونية اليابانية الشهيرة هالو كيتي لديهم الآن وجهة جديدة في جزيرة أواجي اليابانية حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في مبنى مكون من طابقين تم تصميمه على هيئة القطة الكرتونية مطعم هالو كيتي سمايل الذي افتتح العام الماضي يضم تمثلا يبلغ ارتفاعه حوالي 11 مترا لرأس القطة الكرتونية الشهيرة على سطحه ويحتوي المبنى العملاق على أربعة مطاعم ومقهى ومتجر ومعرض ومسرح كل شيء هنا لطيف للغاية أشعر أنني في عالم الأحلام لذلك يبدو كأن حلمي منذ طفولتي يتحقق لطالما أحببت هالو كتي كثيرا فهي تجبهني حقا لقد ولدنا في نفس الشهر في نوفمبر في الطابق الأول بالمطعم يمكن للزوار التقاط صور لرسومات هالو كيتي أما في الطابق العلوي وهو داخل رأس تمثال هالو كيتي يمكن للزوار الدخول إلى المسرح ومشاهدة بعض اللقطات المسجلة من الكرتون الياباني الشهير كما يمكن أيضا قضاء يوم كامل للاستمتاع بتجربة هالو كيتي حيث تعاونت شركات يابانية عدة على زيادة الوجهات السياحية الخاصة بالقطة الكرتونية في العام الماضي كشفت سكة حديد غرب اليابان عن قطار هالو كيتي كما افتتحت باسونا جروب كوخا على نفس الطراز في أواخر العام الماضي على بعد حوالي 10 دقائق بالزيارة من المبنى لتصبح التجربة السياحية متكاملة لقد جئنا إلى جزيرة أواجي اليوم لجمع الفارولة ولكن في طريق العودة وجدنا هذا النصب الكبير وابنتي تحبي هالو كيتي كثيرا لذلك توقفنا لتفقد المكان شركة باسونا جروب القائمة على المشروع أسست المكان أملا في جذب السياح إلى الجزيرة ووفقا لمجموعة سيباسونا حوالي 10% من الزوار يأتون من خارج البلاد ومعظمهم من هونغ كونغ وطايوان والصين